وينضم إلينا من بنغازي عبدالعزيز الفاخري مراسل الغد إلىنا عبدالعزيز دعنا نبدأ بالخبر العاجل الذي وردنا الآن بأن رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب سلم الميزانية لرئيس المجلس هل لديك معلومات؟ نعم هبا بالفعل قبل ربما فقط ربع ساعة من الآن قد تسلم بشكل مباشر الآن رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب سيد عمرت أنتوش تصور عام وكذلك إقرار عام وهيكلية للميزانية المقدمة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية وربما من مصادرين والمعلومات الأولية هذه الميزانية تقرب عن 96 مليار دينار قدمها رئيس حكومة الوحدة الوطنية سيد عبدالحميد إدبيبة للجنة المالية بمجلس النواب وخلال ربما الساعات القليلة القادمة سوف يجري التشاور مع هيئة رئيسة مجلس النواب مع باقي أعضاء مجلس النواب في مسألة تحديد موعد الآن محدد حتى يتم عقد جلسة لمجلس النواب حضور كل أعضاء مجلس النواب لإقرار الميزانية العامة والنظر إذا ما كان هناك إمكانية لتقليص هذه الميزانية أو إمكانية أن تعتمد الميزانية بهذا الشكل وكذلك كما طالب السيد عبدالحميد إدبيبة في وقت سابق على أن هذه الميزانية التي قدمها وهذا التصور هو يتضمن بموجبه زيادة لمرتبات والعملين في قطاعات الدولة وكذلك فيما يخص مسألة إجراء الكثير من التنمية وكذلك تقديم مشاريع عاجلة ومستعجلة وكذلك تعويض متضررين من الحرب والصراع فربما الآن نحن ننتظر أن يتم الإعلام بشكل رسمي بالفعل هبا عن عقد جلسة هامة لمجلس النواب تعقد من خلالها جلسة التصويت وإقرار ميزانية لحكومة الوحدة الوطنية طيب نأتي إلى الزيارة الإيطالية إلى ليبيا ما أبرز ما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين وهل تم وضع جدول زمني في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه نعم هبا وربما عنوان الأبرز لهذا اللقاء وهذه الزيارة التي أجراها الرئيس الحكومة الإيطالي ماريو الدراكي إنبع وزير الخارجية الويجي إديماي ولي العاصمة أطراب الصباح هذا اليوم ربما العنوان الأبرز وتعزيز التعاون بين الجانبين الإيطالي والليبي في شتى المجلات وهذا ما ذكره رئيس الحكومة الإيطالي بشكل مباشر عندما ذكر على أن إيطاليا تطمح أن يكون خلال الأيام والأسبوع القادمة في هذه الفترة من حكومة وولاية حكومة الوحدة الوطنية تعاون بشكل مباشر في كل المجلات هذا أمر أكد عليه أيضا رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن ليبي بالفعل تحتاج في هذه المرحلة للقيام بالمزيد من المشاريع في مجال الطاقة الكهرباء النفط الغاز وكذلك الصحة والتعليم وكذلك في المواصلات بناء وكذلك فيما يتعلق بمسألة إعادة إحياء مرة أخرى هبا اتفاقية الصداقة الموقعة ما بين الجانب الإيطالي والليبي بين حكومة النظام السابق وكذلك فيما يخص الآن الوعود التي قدمها رئيس الحكومة الإيطالي السيد ماريو دراقي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية على أن صفارة إيطاليا سوف تباشر خلال الفترة القادمة العمل من الأراضي الليبية تحديدا من مقرية السابق بالعاصمة طرابلس وكذلك أن يكون هناك تسهيلات لإجراء الصفر وإجراءات الصفر لليبي منها رفع التأشير وكذلك في مسألة حركة الأموال ما بين المصارف الليبية والإيطالية خلال الفترة القادمة مدللات سياسية واضحة من هذه الزيارة الآن في إيطاليا التي تعد احت أهم الدول من الاتحاد الأوروبي وكذلك فيما يتعلق بمسألة مدى أهمية ليبيا للاتحاد الأوروبي والإيطاليا وكذلك مدى التعاون الذي سوف يبرز خلال الفترة القادمة كما أكد السيد عبد الحميد إدبيب على أن الليبيون الآن يطمحون يكون هناك تعزيز لهذه الشراكة في شتى المجالات وربما من أهم هذه المجالات بالتحديد قطاع الصحة التعليم والمواصلات بإضافة أيضا للتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية نعم أشكرك من بنغازي كنت معنا عبدالعزيز الفاخري مراسل الغد